اعطاء مردودية اوفر لانتاج مختلف انواع الحبوب يستدعي انتهاج طرق زراعية صحيحة وعصرية التجربة هنا كانت برأس الواد ببرجبوري ريج خبراء ومهندسين فلاحيين يرافقون الفلاحين لتوعيتهم باهمية التسميد الازوتي ومكافحة الاعشاب الضرى لضمان رفع المردود في شعبة انتاج الحبوب هناك عملياتين مهمتين وهما التسميد اللي راح في وقته التسميد التقطية اللي راح في وقتها ولازم يقوم بها الفلاح اللي راح تطلع له في المردود مردود الانتاج راح تزيد له حتى اكثر من 30% لدينا اهمية العملية الثانية هي تتمثل في التعشيب والمكافحة الاعشاب الضرى كذلك عند اهمية كبيرة اولا باش نقص التنافس على الاعشاب بالنسبة للحبوب ونخلي والحبوب تستغل كل الظروف المناخية وكل المواد تستغل الاستفاد كثير من المياه للمياه العمطاط الانسجام مع التطورات واستغلال الاليات العصرية في النشاط الفلاحي ذلك ما يعمل عليه اهل الاختصاص لاسيما من خلال تشخيص المردود وتحديد الكميات التي تحتاجها المحاصيل الزراعية من الاسمدة نصائح لازم نمدها للفلاح لازم نروحوا للبرسل والله المكان اللي يراهم دير القمح ثم كان شخصو والله نشوفو القمح هذك ندخلوه ونمدوا النصائح اللي لازم لعون الفلاح اشحال كمية السماد اللي لازم نديروها في المرحلة هذي والطريقة والنوع السماد اللي لازم نديروه فيما يخصني كيفاش راح نريدوه هذا اللي بندير والله هذا المكناني اللي راح قدامنا نعطل الفلاحين كيفاش باش ننوروهم يخليوا يجيبوا مردود مليح حملات التوعية والمرافقة التي استفاد منها الفلاحون واطلاعهم على الطرق الصحيحة لاستعمال آلات البذر انعكست اجابا على نشاطهم الفلاحية واكسبتهم معارفة جديدة في شعبة زراعة الحبوب سفدنا بحوايج اللي كنا ما نعرفوهمش مثل عملية التسميد كيفان ديرو لزنغري عملية لزانة تاعة ترباء عملية تاعة ترباء خرجنا للميدان زدنا درنا عملية ضبط الالة اللي دير الموحقين هذي دير لزنغري سمعنا لهذه الإطارات وشرحونا فيما يخص لانغري ومامحة تزد وعطونا لمحة على الأدوية التي نستعملها ضد العشاب الضرة وعطو الوقت المناسب لزرع هذه الأدوية وكذلك المواد الأزوطية استعمال التقنيات الحادثة لتقوية الإنتاج في الشعب الإستراتيجية لا سيما الحبوب ذلك ما يعمل عليه القطاع الفلاحي قطاع وفرت له السلطات العمومية كل الإمكانيات لتحقيق رهان الأمن الغذائي